بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد أحد الأخوة المتزوجين بعث إلينا برسالة ونحن صراحة أعطيناه بعض النصائح ولكن كما قلنا سابقا في مقطع فيديو سابق بأن البعض بل الكثير من الأخوة الأخوات يبعثون برسائل ويتمنون أن يستمعوا إلى آرائكم تجربتكم حول ما يقعون فيه من مآزق الحياة والمشكلة بأن هذه الموضوعات لا يقع فيها يعني الحلال والحرام بقدر ما هي تصرفات يعني اجتماعية يجب أن تكون فيها نوع من اللباقة الاحترام الزوق إلى غير ذلك فأتمنى منكم الاستماع إلى مشكلة أخينا الذي يقول في رسالته يقول إن زوجتي تتصرف بسرعة من دون الرجوع إلي تدخل في الكثير من المشكلات وتعطي الكثير من الحلول والآراء وتتخذ مواقف كثيرة من الأهل والأقارب من دون استشارتي أو أخذ إذني ومن دون أن تفكر ما هو عواقب تصرفها أو كلامها ومواقفها لدرجة أن الكثير من أهلي يعتبرونني ليس برجل لكون زوجتي تصرف وتقول كما تحب وتريد مما أدى إلى أن بيتنا لا يدخل فيه الكثير من أهلنا لأنهم يزعلون من كلامها وتصرفاتها صار خلاف بيني وبينها أكثر من مرة حول هذا الموضوع هددتها من باب التخويذ بالطلاق أكثر من مرة ولكن ماذا تفعل؟ تعتذر وتبكي ولكن المشكلة ترجع إلى تصرفاتها مرة أخرى ترجع لعادتها القديمة يقول الأخ الكريم مللت لأنها في كل يوم امزع إلى ناس علينا وأنا علي أن أرضيهم جميعا كل يوم امزع إلى ناس علينا أمنا وأنا علي أن أرضيهم ماذا أفعل؟ الرأي الذي أحب أن أسمعه منكم وتفيدونني من تجاربكم عفوان هل أطلقها حقا؟ مللت الحياة بهذه الصورة كل يوم عندنا زعلة كل يوم واحد من الأقارب فاجئني بمشكلة هي متدخلة في حياتهم متكلمة برأي معين تاخذ مواقف من يمها من دون الرجوع إليه طبعا وتتكلم بلساني والمشكلة بأنني أسمع بعض الكلمات المحرجة حول رجولتي في البيت وبأني أنا قائد البيت وعليك أن يعني أن تضبطها ولا تجعلها تتكلم بكيفها أو تاخذ مواقف بكيفة إلى غير ذلك ونحن بيتك بعد من اتخلى إطلاقا إذا كانت زوجتك بهذه الصورة فيقول هل أطلقها حقا؟ أم هناك حل نهائي لسرعة تصرفاتها وكلامها من دون التفكير بالعواقب؟ هذه رسالة الأخ الكريم ويتمنى أن يستمع لما لديكم من ثقافة وتجربة كيف يجعل زوجته تكف تماما من هذه التصرفات التي تحرجه مع الأهل والأقارب وتفسد العلاقة التي بينهم برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر